اخوان قبل فترة في احدى الحلقات انا مثل ما بالبداية اعرض اتابع قضايا الناس وبالذات القضايا بها اهمية لانه احنا ما رد نستهلك الناس ونطلحها بالتلفزيون ونطلحها السولف وبدون حلول لكن انا هاي القضية قضية السفير السيد سعد محمد رضا هذا الرجل كان سفير العراق بالقاهرة اعتقد 2007 و2006 وعنده حقوق تقاعدية انا تابعت قضية هذا الرجل واذا تصني بصمة من السيد السفير يقول انه الجماعة اكون موظفة بالتقاعد كل الزعلانة لانه انت اشتكيت بالتغيير او يمنجب الرباعي عمي بابا بالت الناس انا مو مركز شرطة نحن سلطة رابعة نمارس واجبنا القانوني والاخلاقي وان نكون حلقة توصل امينة بينكم وبين الناس لانه لا نقبل ان تهدر حقوق العراقيين وانقول لكم هذا وليش هزعل هذا يا سيد اياد الجبوري انا رح اسمعك بصمة السيد السفير واتمنى منك ان ترد انت بنفسك او من خلال المكتب الاعلامي بالاسبوع المقبل او تطلبون تليفون السيد السفير تطلبون تليفون السيد السفير هسا ما لعلاقة بدرجة الوظيفية لكن انا اتعامل معاك مواطن قد تقولوا له من الموظفة اللي متحفظة او زالانة ان تشتكي او ان تطالب بحقوقك نعم انتي وغيرج والرئيس والوزير وبالتقاعد وبالهيئة كلكم تخضعونه باحترام لأصوات الناس واللي يزعل لما يعلى صوت العراق عندما يكون له حق يروح يرقع راسه بالحيط يرقع راسه بالحيط يجب ان نوقف هذا الاستهتار وهذا النزيف وهذا التعاطي اللامسول مع حقوق الناس انا اليوم موظف اشتغل بقناة في ادارة وفي قوانين وفي تعليمات انا اخذع اليها وانت موظف بالتقاعد او يام رئيس الوزراء او يام رئيس الجمهورية واجباتنا جميعا ان نقدم خدمة الناس اما اللي يزعل من صوت الناس صوت الناس والمظلومين شرف كبير ان تسبعوه يا سيد اياد الجبوري اكرر قولي انا راح ابعط لك تليفون السفير وعلى ذمته ان يقول لك من هي الموظفة اللي زعلانه لانه انا طلعت هذا الموضوع الطليا يا همام او حاولوا تتسلولي بالسيد السفير همام سكينة انا البرحة كتبت له للسفير قلت له رد على التليفون ابعطوا لي طلعوا لي لكليب يا همام اخي العزيز استاذ نجم المحترم السلام عليكم على الرغم من معرفتي الجيدة بعجم القضايا اللي تتبنوها وكبرها وصعوبة حالها والمشاكل الكبيرة اللي يتعرض لها ناشع ابناء لكن ارتئيت ان لازم تعرف مخرجات الشكوى اللي قدمتها حضرتك ليا على مدرية التقاعد العامة قبل سفري بالشهر السابع اخر زيارة الي قابلت السيدة مسؤولة الحاسب وطلبت منها ان اقدم لها طلب حتى تصرف هذا المبلغ الي مباشرة لاني بحاجة اليه فقالت بالحرف الواحد انه هذا الاسلوب لم يعجي استخدم في التقاعد ولا يمكن ان نصرف لك المبلغ واني سأقوم بتحويله الشهر القادم يعني الشهر الثامن بلاحيس عبك في البنك فتركنا الموضوع على هذا الاساس ورتبت اموري على هذا الاساس بعد الشكوى اللي قدمتها حضرتك طلبت من احد اصدقائي اني راجعهم ويطلب منهم انه وين صار المبلغ ليش ما تحول لحد الان لحسابي فقالت لها والله احنا ريدة يجي لهنا ويقدم طلب ونصرف الهيعة قال هيا بس هو طلب منك هذا الموضوع وانتي قلت له ما ما ممكن نصرف المبلغ ولهذا الرجل سافر وهو بحاجة الى المبلغ قالت له والله هي التعليمات اتغيرت انا اعتقد هذه رسالة من هذه السيدة ومن مدرية التقاعد العامة انه انت رح تشتكيت رح اضرب رأسك بالحيط اخرناك ثلاثة سنين ومستعدين اخرك ثلاثة سنين لاخرة واذا متت لحنا نشد عفاد اولادك وورستك ومنعطيهم هذا المبلغ انا يعني هذه الرسالة طبعا انا اشكرك سيد سعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة